ترى أساء الفريق الركن معالي الشيخ خراشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية رئيس المجلس الدفاع المدني اليوم اجتماعا للمجلس بحضور أصحاب السعادة وزراء الطاقة الأشغال وشؤون البلدية وتخطيط العمراني الصحة الصناعة والتجارة بالإضافة إلى رئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة ورئيس الأمن العام وكذلك مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية بصفته مقررا للمجلس وقد رحب معالي الوزير بأعضاء المجلس منوها إلى أهمية الاجتماع والذي ياتي في إطار الجهود المبذولة لحماية وسلامة المواطنين والمقيمين ويعكس التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات العامة والخاصة بمملكة البحرين مشيدا معاليه بما تتخذه الوزارات والجهات المعنية من إجراءات وتدابير من شأنها تعزيز سبل الأمن والسلامة العامة وقد اطلع المجلس على ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن قرارات الاجتماع السابق بعدها انتقل إلى مناقشة بنود جدول الأعمال حيث اطلع على مشروع التطوع لخدمة الأمن العام والذي يأتي تفعيلا للشراكة المجتمعية وإتاحة الفرصة لمشاركة الجهود الأهلية في دعم ومساندة جهود الدفاع المدني وأعمال الحماية المدنية والسلامة العامة وأسعاف وأخلاء المصابين وفي هذا الإطار وجه معالي الوزير إلى استكمال الإجراءات التشرعية المطلوبة للمشروع على يتم رفعه إلى مجلس الوزراء وخلال الاجتماع طلع المجلس على توصيات اللجنة المكلفة بدراسة ترخيص دخول المواد الكيميائية إلى مملكة البحرين حيث قرر المجلس رفع عدة توصيات إلى مجلس الوزراء الموقر تتمثل في إنشاء مكتب مشترك من الجهات المختصة بالترخيص من خلال وضع نظام الإلكتروني مشترك وإنشاء مختبر وطني لتحليل العينات العشوائية للمواد الكيميائية وكذلك يصدر قرار من مجلس الوزراء ينظم ويضع آلية موحدة لإدارة المواد الكيميائية في البحرين وقد وجه معالي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني إلى تنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الاستعداد لمواجهة أي تهديدات كيموية أو نووية في ظل ما تشهده المنطقة من تسلح نووي وبناء المزيد من المفاعلات مؤكدا في هذا الشأن على البدء في إعداد خطة وطنية للحماية من كافة المخاطر بحيث تتضمن إجراءات الحماية الفردية والجماعية وكافة التفاصيل الإجرائية والهندسية في حالة وقوع تهديد أو تسرب ما مشيدا معاليه بالتعاون الذي أبدته الوكالة مع مملكة البحرين في هذا الشأن في إطار تعزيز منظومة السلامة العامة كما طلع مجلس الدفاع المدني خلال اجتماعه على تقرير وزارة الصحة بشأن المخزون الاستراتيجي للأدوية وقرر رفع الموضوع إلى المجلس الأعلى للصحة كما استمع الأعضاء إلى إجاز حول مشروع إنشاء محطة لرصد الزلازل في المملكة والتي تم افتتاحها بتاريخ الثامن عشر من شهر مايو بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة واللجنة الدائبة للأرصال الجوية والمناخ في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تقوم المحطة برصد الزلازل التي تحدث في أنحاء العالم وتسجيل البيانات المتعلقة بها ومن ثم عرضها على الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات وفي هذا السياق أعرب معالي وزير الداخلية عن شكره وتقديره لدولة الإمارات الشقيقة على تعاونها في هذا المجال مع مملكة البحرين في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر